أعظم إلينا في الستوديو دكتور سفيان أبو زايد الوزير الفلسطيني السابق أهلا بك دكتور نساء الخير يا رب يعني استمعت إلى مراسلنا وتتابع بتأكيد على مدار اليوم هذه المجازر البشعة الغريب أنه حسب القناة سنة عشر الإسرائيلية أن هناك جهات أمنية تتحدث بأنه في مطالبات لأن يستمر الوجود الإسرائيلي في غزة أو هذه العمليات عام آخر ما رأيك؟ يعني هي ليست مطالبات هي تقديرات من قبل بعض المسؤولين ومن قبل بعض المسؤولين الأمنيين أنه في حال عدم التوصل إلى صفقة وفي حال ابقاء الوضع على ما هو عليه هذه الحرب أو الوجود الإسرائيلي في غزة بأشكاله المختلفة بغض النظر إذا كان سيكون بنفس الشكل الموجود الحالي أو بأشكال أخرى لأن هذا يتعلق أيضا بتطورات على ساحات أخرى ولكن في كل الأحوال ليس في الأفق حلول على الأقل من الآن وحتى العام القادم طبعا هذا كلام محبط جدا لأهلنا في غزة صحيح ولكن هذا هو الوضع بمعنى إن لم يكن هناك تغيير دراماتيكي في الوضع أحداث تجري هنا وهناك تؤدي إلى تغيير في هذا الاتجاه لا شك أن العمليات الإسرائيلية ستستمعنا طوال اليوم المراسلين من دير البلح ومن الشمال ومن خنيونس ومن مناطق مختلفة وهم يتحدثون عن عمليات قصف وعن شهداء وعن استهداف منازل واستهداف أماكن متعددة في كافة أنحاء القطاع هذا المشهد على ما يبدو سيتكرر سيتكرر كثيرا في ظل عدم وجود صفقة وفي ظل عدم وجود حلول سمعت بالأمس إلى المناظرة بين هارس وترامب برأيك دكتور هل يمكن التعويل على أي منهما يعني إذا كسب ترامب الذي يهتم بمصلحة أمريكا والناحية الاقتصادية أكثر من أي شيء آخر هل يمكن أن يهدأ هذه النيران في غزة؟ يعني يجب أن نعود لأنه ليس هناك فرقا كبيرا في السياسة الأمريكية تجاه الموضوع الفلسطيني والموضوع الإسرائيلي رأينا أن كل المرشحين كمال هارس المرشح الديمقراطية وترامب المرشح الجمهوري كلهما تنافس على من يؤيد إسرائيل أكثر ربما ترامب يعني زاود أكثر في مواقفه بحكم خلفيته اليمينية وبحكم جمهوره المسيحي المتطرف هارس ربما قليلا عملت قليلا من التوازن بين الدعم لإسرائيل والتزامها بالدعم لإسرائيل والتعبير عن حق إسرائيل في الدفاع وعن ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هذا الفرق البسيط ولكن على أرض الواقع عمليا كلاهما يتسابق في دعم يعني برأيك فوز ترامب لن يكون له إنعكاسات على هذه الحرب سواء بتسلب أو بالإيجاب لا لا هو من باب الدعاية والإعلام يقول لو أنني كنت موجودا لما حدثت هذه الحرب وفي حال انتخابه يعني سأغير وجه التاريخ بمعنى وفي حال انتخاب كمال هارس ستكون هناك حربا على مية ثالثة هذا جزء من الدعاية الانتخابية وجزء من التهويل كما قال على سبيل المثال أنه إذا لم انتخب يعني إسرائيل لن تبقى أكثر من عامين هذا الأمر استفز كثيرا سواء كان الإسرائيليين أو استفز يهود أمريكا بمعنى هو أراد أن يوحي بأن انتخابه مهم جدا لبقاء دولة إسرائيل ولكنه كعادته بدل أن يصلح الوضع أو بدل أن يرسل رسالة أطمئنان أرسل رسائل من الرعب الخوف أنه يعني إسرائيل عمليا دولة هشة قابلة للزوال في خلال عامين ثلاث أعوام يجب أن نعول كثيرا على ما يقال في مثل هذه الحالات في الدعيات الانتخابية لأن الكلام كثير والخطابات كثيرة والموضوع الفلسطيني بالمناسبة ليس هو الموضوع الأساس الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي وموضوع الحرب على غزة وأخذ فقط دقيقتين أو ثلاث دقائق هناك قضايا خلافية مهمة بالنسبة لهم ولكن فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني الفوارقية ليست كبيرة موضوع الفلسطيني